السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم أخوكم محمد حدايدي ودائما الأحدث مع شركة اسوس في عالم الألعاب وعالم الجيمينج اليوم معايا استعراض لجهاز تابلت يعتبر أول جهاز ألعاب تابلت 13 بوصة مع كرت شاشة عنيف 3080 Ti ومع أحدث معالجات شركة انتل معالج مخصص للألعاب i9 الجيل 12 مواصفات ومميزات جدا كثير وتفاصيل أكثر خلينا نبدأ الفيديو مع بعض ونشوف تحفة اسوس الجديدة طيب يا أخوان نبدأ ونقول بسم الله والجهاز عبارة عن صندوقين بالنسبة للنسخة اللي يجي معاها اللي هو كرت الشاشة بشكل خارجي فبإذن الله هنوضح كافة الأمور في هذا الفيديو خلينا نفتح أول شي صندوق الخاص في الجهاز ونشوف محتويات العلبة طيب بالصندوق الأول أو بالصندوق اللابتوب عندنا هذا الكرتون وعندنا أيضا هذه الصندوق أو هذا الصندوق فخلينا نشوف الأول إيش هيكون فيه هيكون فيه كابل الشاحن فهذا هو الشاحن اللي يجي معاه بكل تأكيد تايب سي وبقدرة شاحن 100 واط عندنا الصندوق الثاني الصندوق الفخم هذا مبدأيا عندنا جهاز خفيف جدا كيلو ومية قرام فقط يا أخوان هذا هو الجهاز هذا هو التحفة الآن نتعرف عليه عندنا بداخل هذا دليل التعليمات كرت الضمان وإلى آخره وهنا بيكون عندنا قلم إيسوس فبما أنه جهاز تابلت فبكل تأكيد الشاشة تدعم اللمس وبكل تأكيد إيسوس ما قسرت وحطت القلم اللي يدعم هذا الجهاز طيب هذا هو الجهاز أفتح الآن هذا الشكل ومن هنا القاعدة بهذا الشكل وهذا بيكون شكله النهائي عندك قاعدة تثبت عليه تقدر تطلعها بكل سهولة على حسب الزاوية اللي أنت تبقاها طيب خلينا نتعرف كده بشكل سريع على المنافذ عندنا هنا زر التشغيل والإيقاف الجهاز يدعم مستشعر بصمة الأصبع مدمجة في زر التشغيل والإيقاف فهتبرمج أصبعك أثناء اللي هو عملية الإعداد الأولية لتشغيل الجهاز بهذا الشكل زيه زي أي بصمة أصبع متعودين عليها فتاخد كل جوانب الأصبع عشان لو فتحت الجهاز من أي جم خلاص الآن أصبحت بصمة الأصبع جاهزة عندنا زر أيضا للتحكم برفع وخفض الصوت كذلك عندنا USB Type A عندنا منفذ السماعات والمايك الثلاثة ونص من الأعلى بيكون كل فتحات التهوية الخاصة بالجهاز بالإضافة إلى الشعار الموجود أما من الجانب الأيسر عندنا Type C وعندنا اللي هو المنفذ الخاص بتركيب كرت الشاشة الخارج وطبعا لغطة عشان لو محابب تركبه واللي بيزيد من الأداء أثناء الألعاب بكل تأكيد من هنا عندنا كلها فتحات تهوية بالإضافة إلى الكاميرا وعندنا هنا منطقة كذا جزاس شفافة كذا أعتقد بتكون أوضح طيب يا أخوان الصندوق الآخر بيكون خاص بكرت الشاشة يجي معاه الفيش الخاص فيه بالإضافة إلى التوصيلة تيجي مشبوكة على نفس الكرت طبعا الكرت مليء بالمنافذ عندنا أربع USB Type A بالإضافة إلى منفذ HDMI ومنفذ Ethernet فالآن هنشبك الكرت بهذا الشكل وبيتم تشغيل الكرت مباشرة بدون أي إعدادات إضافية طيب يا أخوان يأتي الجهاز بشاشة 13.4 بوصة UHD Plus بنسبة عرض إلى ارتفاع 16 على 10 وبدقة 3840 في 2400 بيكسل هذه الشاشة تأتي بمعدل تحديث 60 هيرتز ومعدل استجابة 30 ملي ثانية طبعا نوع الشاشة IPS وبكل تأكيد تدعم الدولبي فيجين HDR يعني حتى بالمشاهدة بتكون جميلة جدا من حيث عمق الألوان والألوان الأسود وتصنيف الألوان نفسها فالجهاز مع كرت الشاشة أو بدون بيكون مفيد بكل تأكيد بالألعاب ومن أنه جهاز تابلت محمول خفيف الوزن معاك في أي مكان حيفيدك أيضا بالأعمال المكتبية وإلى آخره كذلك عندنا كاميرا 8 ميجا بيكسل بدقة 720 بي بكل تأكيد كاميرا HD وعلى طار الدولبي فيجين فهو أيضا يدعم من حيث الصوت الدولبي أتموس عندنا كذلك لوحة مفاتيح تدعم الRGB ألوان متغيرة بالإضافة كذلك إلى مساحة التراكبات الكبيرة جدا طيب يا أخوان الجهاز مزود بأحدث معالجات شركة انتل الجيل 12 معالج مخصص للألعاب انتل كور i9 كذلك مزود بمعالج من شركة انفيديا وهو الجي فورس الRTX 3080 أيضا مزود بذاكرة عشوائية 16 جيجرام LPDDR5 كذلك مساحة تخزين داخلية 1 تيرابايت من نوع NVMe وبكل تأكيد SSD كذلك مزود بتقنية من انفيديا واللي هي LDLSS وهذه التقنية تعمل على تعزيز قوة الرسوميات والرندر طبعا بكل تأكيد أثناء المونتاج وأهم ميزة في هذه التقنية إنها ترفع من معدل الفريمات إلى أكثر من 60 فريم وبكل تأكيد على 4K عندنا جهاز قوي من حيث العتاد سواء كان المعالج أو حتى كرت الشاشة أو أيضا بالكرت الخارجي الجهاز يا أخوان يعمل بأحدث أنظمة مايكروسوفت ويندوز 11 كذلك يدعم البلوتوث 5.2 وأيضا يدعم الواي فاي الأحدث والأسرع على الواي فاي 6E أما بالنسبة للبطارية الخاصة بهذا الجهاز فالرقم مناسب جدا مقارنة بالنوحيات أو بأجهزة التابلت مع شاحن سريع مرفق بقدرة 100 واط كعدة اسوس عندنا اختيار للأوضاع عندك وضع التيربو وهذا الوضع اللي بيكون في الجهاز بكامل قدرته كذلك عندنا وضع الأداء وعندنا وضع السايلنت اللي هو وضع الصامت الهدوء فوضع الأداء هذا حيفيدك بكل تأكيد في العمل أثناء إجهاد الجهاز كذلك من خلال برنامج ماي اسوس اللي فيه العديد من المهام واللي تقدر تخصص فيها أشياء جدا كثير زي وضع شحن البطارية والواي فاي الذكي وإلى آخره طيب يا شباب وزي ما شفنا الاستعراض مع بعض الجهاز بيتوفر بنسختين نسخة في مكتب الجرير حيكون بدون كرت الشاشة الخارجية وأكيد بيكون سعره أقل وعندنا النسخة الأخرى بتتوفر مع الكرت الشاشة الخارجي بالإضافة إلى هدية يد إكس بوكس يد تحكم فكافة التفاصيل بترك لك بصندوق الوصف أسفل الفيديو أتمنى أشوف رأيك في صندوق التعليقات وبكده أكون وصلت معاكم إلى نهاية الفيديو أتمنى منك أنك تضغط على اشتراك في قناتي وهذا يشرفني يعطيكم ألف عافية لا تنسونا من لايك وسبسكراي في القناة في أمان الله ترجمة نانسي قنقر